بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فإن الإسلام قد عني عناية كبيرة بالأسرة وتماسكها فالأسرة في الإسلام لها منزلة كبيرة عظيمة جليلة والدليل على ذلك ما نراه ونقرأه في آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك ما نقرأه في الفقه الإسلامي من أحكام تتعلق بالأسرة المسلمة فإذا نظرنا للقرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى بيّن أن من آياته العظيمة في خلقه أنه يؤلف بين رجل وامرأة على مودة وعلى رحمة وجعل ذلك آية من آياته فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استمرارها وتماسق بنيانها فقال صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها فازفر بذات الدين تربت يداك ويقول في حزن الاختيار لولي المرأة من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وكذلك من مقومات تماسك الأسرة في الإسلام أننا ينبغي علينا أن نعرف الحقوق والواجبات التي بين الرجل وبين المرأة في ظل الأسرة فالرجل له حقوق على زوجته والزوجة لها حقوق على زوجها فإذا علم كل واحد حق الآخر تماسكت الأسرة فمن حق الرجل على زوجته أن تطيعها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله وكذلك من حقوق الرجل على زوجته أنها لا تخرج إلا بإذنه ولا يدقل بيته أحد إلا بإذنه وكذلك من حقوق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يعاملها بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن يسكنها حيث سكن وأن ينفق عليها فإذا عرفت الحقوق في الأسرة المسلمة كان التماسك والترابط ولم نرى تفككا في داخل الأسرة المسلمة ومن مقومات تماسك الأسرة أن الرجل يسعى للمعاشرة بالمعروف لقول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف وكذلك المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف وأن تحسن عشرته فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا المثل في بيته فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فعلى المسلم أن يتق الله سبحانه وتعالى في بيته وأن يعامل زوجته بتقوى الله وعلى المرأة المسلمة أن تتق الله تعالى في بيتها وأن تعامل زوجها بتقوى الله سبحانه وتعالى لذلك كان من دعائم الأسرة المسلمة القوية أننا نكون على صلة قوية بالله سبحانه وتعالى في داخل بيتنا فإذا اتقى المسلم ربه واتقت المرأة ربها في بيتها فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك فيهما وفي أولادهما وإذا علم كل واحد ما عليه من مسؤولية عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وذكر أن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته وذكر صلى الله عليه وسلم أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن فعلنا ذلك كانت الأسرة متماسكة من ذكر الله سبحانه وتعالى في بيوتنا فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى عمرت البيوت وأن نقتدي بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته